أعطيكم العافية والسلام للجميع اليوم نتحدث عن شغلة مهمة جدا 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 في كل منزل في كندا ألا وهي هاي الشغلة هذا يسموه smoke detectors وفي منه نوعين يكون معه أول اكسيد الكربون يعني هو بلتقط إذا فيه أول اكسيد الكربون معناها ينزل نسبة الأكسجين وتزيد نسبة أول اكسيد الكربون أو إذا فيه دخان في البيت بسبب حريق طبعا هذا الدكتور للأسف فيه ناس كتير خاصة اللي بدخنوا بشيروا البطارية منه عشان ما يضلوا يزمر هذا يعني أول إشي إنه إزالة هاي البطارية مخالفة للقوانين لأنه إذا يجوا تبعهم الإطفاء وعادة يجوا يشيكوا لأنه هذا مهم جدا بالنسبة لهم بيعطوك مخالفة أول مرة يمكن يعطوك ورنين على أنك ما بتعرف أو تنبيه ثاني مرة أكيد مخالفة كبيرة جدا وللأسف وللأسف لأسف فيه ناس ما بيهتموا بهذه البطارية إذا فيه نوعين منه فيه نوع بيكون مشبوك على الكهرباء وفيه نوع بيكون مشبوك على البطارية المشبوك على البطارية لازم تغير البطارية كل سيزن يعني كل ثلاث تشهر حتى لو انها البطارية شغالة لازم تغير كل ثلاث أشهر هاي شغلة مهمة زي ما حكينا فيه منه نوعين فيه نوع بس يعني بس للحرائق والنوع الثاني اللي أنا بفضل انك تشتري منه اللي هو بيكون شغلتين مع بعض واحد بيكون فيه وهو نفسه بيكون فيه مونوكسايد أو كربون مونوكسايد ديتكتور أو كاشف طبعا للأسف فيه ناس زي ما حكينا ما بتهتم فيه صار حريق قبل سنة عندنا وعائلة سورية توفت كل أبنائها في مدينة هاليفاكس الله يرحمهم جميعا لكن هذا الشيء لسلامتك يعني هي ثواني فقط يعني انت خلال خمس ثواني عشر ثواني لازم تفرغ البيت إذا فيه حريق البيوت هون خشب يا جماعة بتختلف عن بيوت بلادنا فالحريق بمتد بسرعة حتى يعني للجيران اللي حواليك فما تتوقع انه والله اوكي صارت الحريقة في البايزمنت انا بقعد لي ساعة عبل ما توصل لا بسرعة بتوصل فلازم تنتبهوا لهاي الشغلة وتتطمنوا انه هاي الشغلة شغالة وإن شاء الله دايما رب العالمين تكونوا بسلام وصحة وعافية وسلام للجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجعلنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة